السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف تلتة سنة واللغات. النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اللي هو بتاع ميت تويني تويني ون. يلا نبقى بسم الله. بيقول لي هنا اه يعني تجربة بتوضح لي العلاقة بين كمية المية اللي بيمتصها النبات بيقول لي هنا وكمية المية اللي بتفقد اثناء عملية النطح. بيقول لي يعني النتائج تسجلت في الجدول. فهنا بيقول لي ان الوقت في كانت كمية المية الابزوربت توني فايف كيوبك سنتيمتر وفي نفس الوقت يعني كمية المية اللي هو بيمتصها قد اللي هو ايه بيخرجها في اما بعد كان توني فايف كيوبك سنتيمتر اه اه ده كمية المية اللي هو بيمتصها اما اللي بتخرج في كان فورتي كيوبك سنتيمتر يعني كده انه هو بيفقد اه في حصل هنا مسلا فبدأ يفقد كمية كبيرة من الووتر وعملية فمعدل خروج الووتر هنا اقل من معدل من تساصل الووتر. تمام? يعني هنا بيبتدي النبات يفقد الفيسيولوجيكا طيب بعد كان كان يعني ما زال برضو اللي هو بيفقده اكتر من اللي هو بيمتصه. طيب بعد كده بيقول لي ايه? اه هنا اه بعد بيقول لي اه كان توني فايف كيوبك سنتيمتر كمية المية الممتصة. وبعد كده بيقول لي ان ان الكمية المية اللي تم فقدها كان توني بس. يعني هنا في الحالة دي بدأ ان هو كمية المية الممتصة اكتر من اللي بيخرجها يعني بدأ ان هو ريجين. ريجين يعني بيستعيد الفيسيولوجيكا بتاعته. طيب. نيجي بعد كده هنا نشوف بقى الانسرز بتاعتنا بيقول لي هنا اولا طالما بيتكلم على الوطر يبقى ده يبقى اي اجابة فيها مش هتبقى مقبولة معنا. تمام? اه دا بول دائم هيدبل نهائيا افتر ناين اوار. طب اجيب ناين اوار. كان بيمتصد كام توني فايف. بيخرج كام سرتي فايف. لا مش هيبقى فيه. اه وهيفقد شوية الفيسيولوجيكا بتاعته بس مش هتعمل بيرمنانت طيب بيقولي ازا الفيسيولوجيكا سببورت isn't affected during experiment. لا طبعا بتتأثر. لما كان البلانت بيخرج وطر كتير. كان بيفقد الفيسيولوجيكا سببورت وبدأ ولما بدأ يمتص الوطر كتير اكتر من اللي بيخرجها بدأ يستعيد تاني الفيسيولوجيكا ايه سببورت بتاعته. تمام? فهنا بيقولي اه اي وقت وبقى الانصر معايا نمبر دي. الانصر معايا نمبر دي. طيب اه دلوقتي احنا بعد كان بيمتص سنتيميتر وبيفقد كام يبقى اللي بيمتصه اكتر من يفقده يبقى فعلا استعاد الفيسيولوجيكا سبورت. طيب بيقولي هنا the opposite graph shows the result of study done by one of the scientists for the effect of increasing the concentration of oxen on plant cell. which of the following could be concluded from studying this graph? هو بيقولي بالنسبة the change in the gross and division. لقينا ان ال gross بيحصل ايه? لما بنزود الاكسن بيبتدي ال gross increase لحد certain limit حد معين. ولو زودنا الاكسن بعد كده ان احنا عملنا ده مسلا ارقام سي زيرو هنا. مسلا هنا one. اه هنا one. اه two three four five. هلاقي مسلا قصود تري وليكن دي اعلى نقطة يبقى ده اعلى جروس. طب انا بزود الاكسن بعد كده. كل ما زود الاكسن هلاقي الجروس تهيقل. يبقى الجروس تركيز الاكسن الحد معين يزود الايه? الجروس. اما الشايفين ان هنا بتاعه سابق. فنشوف بقى الاجابات بقى بيقول لي ايه? او طبعا ده اللي احنا قلناه زيادة تركيز الاكسن لحد معين يزود الجروس. بعد كده يقل. طيب ازاي مش هو هنا زود النمو وبعد كده النمو بدأ يقل بزيادة تركيز الاكسن يبقى ما ينفعش. زيادة تركيز الاكسن باستمرار عمل زيادة مستمرة? لا مش زيادة مستمرة. زيادة لحد معين. وبعد كده بدأ الجروس يقل. طب زرية كان معنا كونستانت. تمام كده شباب? طيب نشوف ادي السؤال اللي بعده. بيقول لي هنا جايب لي هنا شكلين. آآ زين انسر. هو جايب لي هنا عملية التجدد. اللي بيحصل في الليفر. انت عارفين عملية زراعة الكبد لو اتاخد فص من الكبد. بيتم زراعته وبيعمل لحد ما بيبقى الليفر. وكزلك الليفر اللي اتاخد منه الفص برضو بيقدر يكون الفص ده. اللي هو اللوب ده. طيب دي الهايدرا. وانت عارف لو قطعت الهايدرا فيه بترانزفير سيكشن كل جزء منها بيقدر ينمو لنيو انديفيدويل. يبقى ده ريجينيريشن. اما نمبر تو هو ريبروداكشن باي ريجينيريشن تكسر بالتجدد. ريبروداكشن باي ريجينيريشن يعني ده السيكش والريبروداكشن. تمام كده? طيب بيقولي هنا. الفرق ايه الديفرنس بين وان وتو? هزا نمبر اف سيل بريدوزد فروم اتش ديفيجن. اولا هما الاتنين والميتوتك ديفيجن بيطلع تو سيلز. فقوله لا. هنا هيطلع تو سيلزف ده او ده فما فيش فرق. طيب. the number of هيبقى نفس العدد. هنا النفس طالما ما يتوتك ديفيجن بيطلع نفس العدد من الكروموزوم. طيب الغرض من الانقسام هي دي الاجابة فعتي نمبر سي. ليه? لانه ده غرض منه اما ده غرض منه تمام? ده طيب لا احنا لسه قلين ان الديفيجن ده ما يتوتك في الاتنين. تمام? يبقى ما يلفعش معي الانسر number d. طيب نيجي للكوزيشن اللي بعده number فور. بيقول لي هنا. اول حاجة كده بيقول لي. ده بيقول لي بفور انفكشن ما كانتش موجودة المادة دي. تمام? وبعد كده اللي هو الاميون دي كونت افتر انفكشن. طب هو بعدين. دلوقتي المادة اللي ما كانتش موجودة دي. ممكن تكون بروتين اقول له او طبعا زي ليه? عشان ما بتكونش موجودة قبل الاصابة. طب ريسيبتورز لا لان الريسيبتورز بتبقى موجودة من قبل الانفكشن. طب سفالوسبورين او طبعا انتوا عارفين ان الحاجات دي بتتكون امتى? بتتكون يعني ممكن مي بي ممكن تبقى متكونة من قبل الانفكشن وممكن تؤدي الانفكشن الى تكونها. تمام? كده يبقى الانسر number ايه? طيب نيجي لنمبر بيقول لي هنا طبعا انت عارف اللي هو المحلق ده لو لمس. اه لما بيلاقي السابورت بيلتف حولها. سبب الالتفاف ده ان السابورت بيحصل فيه في الجروس تصبيت في النمو بتاعه. اما الجنب اللي ما تمش لمسه هو ده او اللي ما بيلمسش الدعمة الجنب البعيد هو ده اللي بيحصل له معدل الجروس بتاعه يبقى اعلى عشان يعمل ايه? يعمل التفاف حوالي السابورت. تمام? فانا عايز ان الازرق ده المعدل بيحصل فيه تصبيت وده يحصل فيه انكريس جروس. الاورنج ده. فعلا بيقول لي كان هما اللي اتنين بالجنبين زي بعض. طب بعد لمس السابورت الاورنج اللي هو هو ده المعدل الجروس بتاعه هيزيد. اما ما بقولش ان هو ما بينموش بينمو بس بتاعه بيقل معدل النمو مش النمو نفسه فيش نمو يعني لما حد بيوصل مثلا لطول معينش هنقول ان هو هيقصر تاني بس ممكن نقول ان معدل النمو آآ قل يعني ايه ما بقاش يطول قوي زي الفترة مثلا ايه بتاعت البلوغ مسلا ده يعني. فهنا معدل النمو بيقل يعني بيانمو بس ايه المعدل قليل فالانصر نمبر ايه. طبعا كل الاجابات التانية ما ينفعش على اساس ان هو جايب لي هنا. الانتتش صيد. جايبولي بيقل وهنا بيقول ان هو ثابت وهنا بيقول لي بيقل. يبقى ما ينفعش. خلاص. طيب نيجل نمبر سكس بيقول لي هنا طبعا ولا الجلاند نمبر وان ولا سري عمل يبقى يكيد ما بتخرجش هرمونات من البتيوتري جلاند تنشط الغدد دي. طيب فبيسألني فيه غدة واحدة هو. تمام? هي اللي تم تنشطها من البتيوتري جلاند. هل هي البانكرياس? لا طبعا. البانكرياس ما بيصلوش هرمون من البتيوتري جلاند ولا الاستومك. ولا مضالة اللي بتخرج مثلا الادرنالين والنور ادرنالين. ملمين الادرنال جلاند كورتكس او طبعا. ليه? لان البتيوتري جلاند. البتيوتري جلاند دي بتبعت هرمون اسمه الاي سي تي اتش. علشان يحافز الادرنال كورتكس انها سيكريت الهرمون بتاعتها. تمام? نكمل. عندنا هنا نمبر سيفن. بيقول لي فور بلانتز فروم زا سيم طايب وير سبجكت طبعا لما بيكون النبات عنده بيبتدي بيدرك يعني ريكو جنيز مايكروب بيتعرف عن مايكروب ويبتدي ينشط اللي هي الدفاعات بتاعت مين النبات. ولكن هنا زي ما احنا شايفين بصوا كده. انا عندي ده كون تايلوزيس وده كون تايلوزيس وده كون تايلوزيس والاخير لا. يبقى ده اللي ما كانش عنده الريسيبتور وبالتالي ما تمش تحفيزه على انتاج التايلوزيس. تمام كده? طيب نيجي هنا لنمبر ايد. بيقول لي هنا اولا انتوا عارفين البلاناريا بتعيش في الفريش ووتر. تاني حاجة ان البلاناريا دي لما بنجي نقسمها. يعني نقسمها اتنين بالطول لهم جتدينا لي. يا اقسمها كزا اه حاجة في المستوى اللي هو العرضي. لكن اعملها اتنين بالطول وقسمهم كمان كده. لأ بالطول بيبقوا اتنين فقط. ما كانش ينفع التقسيم اللي بالعرض ده مع الطول. فكده او كده. لا هي بتعيش في السلطة ولا التقسيم بالمنظر ده ينفع. فلما يستقلني عن ده هقول له كام زيرو. تمام? ما فيش قطعة من دي هتكون محتوية على المادة الوراثية كاملة. لكن لو جزء بالطول كده هيحتوي على المادة الوراثية كاملة. لو مش مقطوع بالطول وتقطع بالعرض هيكون اي جزء محتوي على المادة الوراثية كاملة. تبنيج النامبر ناين وركز كيف السؤال ده. ده اعتبر شوية تراكمي. آآ من سنة تانية بيقول لي اللي انا بتشوفان. بيقول لي اول حاجة المجموعة الاولى. طبعا المتال بليت اللي انت شايفها دي مش هتنفز الاكسن. تعرف ان الاكسن بتبقى موجودة فوق. طالما مش هتنفز الاكسن يبقى مش هيحصل الجروس. طب السكند جروب تم فصلها بايه? بمادة جيلاتينية. ودي بتبقى برميابول الاكسن. يبقى الاكسن هنا هيحافز موضوع الجروس. طب ولم مجموعة الثالثة قال الجروينج تبسي بريتت فروم بلانت. اتفاصلت على النبات يعني بعد ما قطعوها تاني حطوا القمة دي بدون ما يبقى مسلا فيه جيلاتين ولا اي حاجة برضو. هنا النبات بيستعيد النمو بتاعه. فبيسألني هنا اسئلة بقى خلي بالك بيقولي. طب استمرار النمو في التانية والتالتة. تمام? في المجموعة التانية والتالتة. مالوش دور في الجروس ازاي بقى? ده المجموعة التانية والتالتة هي اللي هيبقى فيها وهتأسطر في النمو. فكلمة نورول دي هي اللي غلط. طيب بيقولي بعد كده. ان الجروس ستوبد ان ده فيرست جروب هنا النمو وتوقف لان الجروينج تب لوزس اتس ابيلتي تو سيكريت اوكسن. لأ هي كان فيها اوكسن. المشكلة اني تم آآ فاصلها بحاجة متل. فالمتل ده فبالتالي يتوقف النمو يبقى ده مش سبب. نمبر سي بقول. مش شرط. مش شرط يكون فيه اتصال مباشر بين الجروينج تب. او طبعا لان هنا القمة مفصولة بالجلاتين وهنا تفصلت وتم وضعها مرة تانية فمش شرط يكون اتصال مباشر ممكن تبقى حاجة تفصلهم بس تكون يعني منفزة تمام. تبني اللي نمبر دي بيقولي زير مصد. لازم يكون في دايريكتو كونتاكت? لا احنا قلنا مش شرط ان يكون في دايريكتو كونتاكت فهتبقى نمبر دي غلو. طيب نكمل. عندنا هنا كوسيون نمبر تان. ايه المادة اكس? لقيت هنا طلعت مادة راحت للنورمال اللي هي الهالسي اللي جنبها. طبعا المادة دي عبارة عن الانترفيرون اللي بتحس على انها تنتج انزايم. الانزايم ده بيعمل انزايم بتاعة الفيروس. تمام? فالمادة دي انترفيرون فتبقى الانصر بتاعتي نمبر ايه. نيجل نمبر اليفن. بيقولي هنا. اه study the opposite table which shows the amount of energy that is required for the normal contraction للانقباض الطبيعي. خلي بالك ان الاربع عضلات مختلفة. بيقولي what is the muscle which contains the largest amount of motor unit. اللي لما كان الموتور نيرف فايبر بيدخل في المسل فايبرز فبيبتدي ان كل برانش كل فارع من الموتور نيرف فايبر بيلمس المسل فايبر في مكان اسمه موتور اند بلينت ويعمل النيورو ماسكولار جنكشن تمام? فقلنا ان الموتور نيرف فايبر الواحد بيغزي عدد يتروح ما بين 5 to 100 من من المسل فايبر. فانا دلوقتي كل ما يكون عندي موتور يونيت كتير وفيه مسل فايبرز كتير. وانت عارف ان في موضوع الكونتراكشن بنحتاج عشان المايوسين فيلمنت اللي بتبقى طلعة اللي بتكون خارجة من المايوسين فيلمنت وتراحل الاكتن فيلمنت بتكون بتتكون مساعدة الكالسيام والأتي بي. عشان تتصل بالأكتن فيلمنت محتاجة اتي بي في الكونتراكشن. وعشان تعمل برضو بتحتاج اتي بي عشان تنفصل عن الاكتن. فعلشان كده اللي فيها اكبر كمية من الموتور هي اللي بتحتاج اكبر كمية من ال اتي بي. تمام كده يا شباب? طيب نكمل. عندنا هنا نومبر تولف. بيقول لي هنا اه. المحيطات بتاعة ظاهرة مكتملة النضج. خلي بالك ان هو ايه? قالك مكتملة النضج. مترتبين من تلقيح ذاتي. طبعا انتم عارفين المحيطات دي هي الايه? الكاليكس. الكورولا. الاندوريسيوم الجينيسيوم. تمام? فهنا اه هي تعتبر كده هير مفروضية خنصة. فبالتالي بيحصل فيها بشروط. ان مثلا يكون الانصر في الطول اطول من الاستيجمة ان يكون بتاع الاندوريسيوم الجينيسيوم في نفس الوقت. حاجات شبه كده. يلا نشوف. بقول لي واي اتراكت انسيجت. اولا نستلف قلنيشن ما بيحتاجش انسيجت. تمام? غير كده ان واي اللي قدامي دي مش ملونة عشان يبني من الرسم. فبقول لي من القبز الداجرة. مش ملونة عشان يبني من الرسم. ان هي بتجذب حشرات. وكده كده احنا مش محتاجينها الحشرات. نضج الكل من اللي وزد اللي هو الجينيسيوم والاندوريسيوم. اه دي حاجة انا قلتها من قبل ما من قبل ما نبدأ الاختيارات اساسة. طيب رايبنس اوف ايل بيفور زيد. لو ايل بيفور زيد يبقى الاوفا الاكسل الاوفام والاكسل او الاوفيول والاكسل هتبقى موجودة من قبل ما البولنجرين تتكون فما ينفعش. طيب اكس بروتيكت ذا انترنال استراكشور هي اكس بتحمي الانترنال استراكشور بيفور بلومينج قبل تفتح الظاهرة. دي حاجة. الحاجة التانية احنا بنتكلم عن يبقى انا محتاج في نفس ويكون هما اللي اتنين حصل لهم في نفس الوقت ويكون مستوى الانصر اعلى من مستوى الاستجما. تمام? طيب نيجي نمبر ترتين. بيقول لي هنا. نوع الخلال المناعية. طب بنبسط كده انا عندي اللي بتعمل بتبتلع اللي هي خلالة دم الحمراء المسنة او المتهلكة اللي بيكون عمرها وصل لمية وعشرين يوم يعني اربع شهور كده. ده عمر الماكروفاج. ادور على الماكروفاج قلقة في الانصر نمبر بي. طب هل التانية هنشوف انا عندي الاميون سيل اه دي اه اشتغلت على مين? على الباسوجينيك بكتيريا. طب مين بيشتغل عليها الجرانيولر سيل? اه لها النيتروفيل والبازوفيل والازينوفيل. يبقى احنا هنا عندنا الانصر نمبر بي. طيب اه نيجي الفورتين بيقول لي البحيرة الجافة دي وانت عارف ان هو بيعمل في الانصر يبقى احنا كده بندور على اقتران. طيب بيقول لي نجاوب من غير ما نشوف الاجابات هو واحد يقول لي عرفنا ازاي ده انا شايف خط واحد انا ممكن اقول لا ترى لا انت عندك الجزء ده بداية تكوين او جزء من مين? من من الكونجيوجيشن تيوب من اه قناة الاقتران? كونجيوجيشن تيوب. فده قناة it integrate and there كمان وده كمان وده كمان وده كمان. يعني اصده ان كان فيه هنا فيلمنت بس هو شايله من الرس قناة الاقتران تدل past. اتدل علي هي الكونجيوجيشن تيوب. الفلامينت ده بدأ المحتوى هنا الا هو بتاع كل سن. يتنقل من هنا من الفيلمنت ده يروح للفيلمنت اللقصاته. تمام? طيب عن طريق الكونجيوجيشن. آآ عن طريق الكونجيوجيشن. فهنا بيقول لا هو فانا مش هكمل. الكونجيوجيشن سيكشوال. طيب كانت ليه ما نقدرش نحدد نوع التكاثر ليه? مش هنا يبقى كونجيوجيشن. طب اتزقى سيكشوال بايلاترال كونجيوجيشن. لا مش لاترال. لاترال لو من سل للسل لجنبها. تمام? لو كده. لكن انا عندي كونجيوجيشن آآ آآ تيوب. فهيبقى بالاقتران السلم. تمام كده يا شباب? طيب. يلا نكمل. بيقول لي هي ايه هنا? يلا نشوف. بيقول لي ده الانتي بادي. مين اللي هيوصف المنطقة اي و بي? طب انا عندي دي المنطقة دي بتعتبر اللي هي الانتجين بايندينج سايت. طب الانتجين بايندينج سايت لازم يتلائم مع شكل الانتجين. مين يقدر يتلائم مع شكل الانتجين عندي هنا. لو انا بصيت في الاشكال كلها الوحيدة اللي تنفع. هنا زي هنا. اهو وهي تلائم مع ده. لكن ده بيتلائموا اللي جنبه لا. ده بيتلائموا اللي جنبه لا. الاتنين ده مش مطبقين اساسا. يبقى الانصر نمبر بي. تبنيجل سيكستين بيقول لي. يعني تكرر تكرار الاعراض. تم انت عارف ان كل يومين بيحصل ويخرج منها الميريزويت اللي بعضها بيتحاول جميته سايت. وكمان بيخرج معها المناط السماء اللي بتسبب اللي هي ظهور بتاع الدزيز. فطالما بتتفتت كل يومين وانت عايز الاعراض تظهر آآ كل آآ خمس مرات يبقتو باي فايف اكوال تين دايز. يبقى بتتفتت الريت بلات سيل كل يومين واحنا عايزين الاعراض تظهر خمس مرات يبقتو باي فايف اكوال تين. السؤال اللي جاي ده بقى شباب اللي محتاج تركيز ومحتاجنا نفهم كويس. هو عايز ايه بالزبط? بيقول لي ان اذا ايروبك ريس بايريشن للسكيلة المصل التنفس الهوائي انت عارف ان كمية الانرجي اللي بتنتج من الهايدروليس بتاع الوان جلوكوز. الوان جلوكوز في موضوع الايروبك ريس بايريشن بيدينا سرتي ات اتي بي فاهمين الكلام ده. اما في حالة الانيروبك هنعمل خطين كده الانيروبك ريس بايريشن كل واحد جلوكوز كل وان جلوكوز بيطلع لي بس اتنين من الاتي بي. تمام? where the two molecules of lactic acid are formed اتنين اتي بي مع اتنين من اللاكتيك اسد. the opposite graph show the amount of اي تي بي and الاكتيك اسد كمية الاتي بي والاكتيك اسد that are produced during the activity of اسكلة المصل. وبيسألني what is the ratio between the amount of جلوكوز مع اللاكش الرشيو بين بين الاتي بي. تمام? consumed by muscle during its normal activity compared to. اثناء نشاطها العادي في الحالة normal مقارنة بالكمية اللي بتستهلكها اثناء ما هي فاتيجية يعني اثناء ما هي مجهدة. تمام? طب نركز. في ناس اول ما شافت السؤال ده كتير اه معايا ومعايا حد بيجي يقول لي ايه? في حالة الايروبك بيطلع سرتي ات اتي بي. وحالة الانيروبك هيبقى تو اتي بي. فلو عملنا ديفايد تو. هيبقى هنا دي ناينتين. ودي ديفايد تو فيها وان. ويجري اختار ناينتين تو وان. ويبقى اجابته بغلط. الله. او ما اللي هو عايز ايه هو? مش عايز الرشي بتاعت الاتي بي نفسها هو عايز الرشي بتاعت الجلوكوز. يعني مسلا العضلة هتستهلك قد ايه جلوكوز? وهي في النشاط العادي بتاعها وهي في حالة الاجهاد. في دي وفي دي. بص كده. طبعا في حالة كان ما كانتش طبعا اللي موجود عندك اتي بي وما فيش لاكتيك اسد. اما في حالة اللي هي العضلة المجهدة كمية الايتي بي قد لاكتيك لان كل اتنين لاكتيك بيخرج معهم اتنين اتي بي. فاحنا لو بصينا حتى هنا قصاد مين هنلاقيه تقريبا قبل الايتي بي شوية ولا يكون سيفنتي فايل. طيب انا مش مش هتعامل مع عدد وهتوهك. احنا كل اللي عايزين نعرفه بس. حاجة. انت دلوقتي انا بعملها بقى بطريقة كده بسيطة جدا بدل ما تقعد تعمل حسابات كبيرة بقولك. انت عارف ان الواحد من الجلوكوز في حالة الاوروبيك ريسبايريشن بيديك سيرتي ايت اتي بي. تمام? طيب. ده في الايروبيك اكتب ايروبيك او. ايروبيك. انت بالانيروبيك عشان هو بيسألك بقى عن كمية الجلوكوز انيروبيك. اقول انت بيسأل عن كمية الجلوكوز. كم جلوكوز انا هحتاجه عشان يطلع لي نفس الكمية اللي هي سيرتي ايت اتي بي. تمام? كم جلوكوز انا محتاجه? يبقى. يبقى انا دلوقتي عشان اطلع نفس السيرتي ايت اتي بي. ازا كان الواحد جلوكوز هنا بيطلعو كم جلوكوز يطلع لي السيرتي ايت اتي بي? اقول له اوه. انت عندك هنا الواحد لو انا قلت واحد جلوكوز اعملها بقى بالطريقة اللي هي السهلة انا فاهمتك احنا عايزين نعمل ايه? الواحد جلوكوز بقوله كده. الواحد من الجلوكوز هيطلع لي في الحالة اتنين اتي بي. طب لو انا عملت كده. هتطلع علي ان ده واحد جلوكوز اهو. دي مش ناين. اخدتي دي كده. هيطلع معايا كام? هيطلع معايا ناينتين. يعني كل واحد جلوكوز. كل واحد جلوكوز. في الايروبك بيطلع بيطلع. يبقى كل جلوكوز. في landairoBIk هيطلع سيرتي اي تتبيه. يبقى انت عايزة كمية الجلوكوز. اللي في الايروبك للانيروبك. في الايروبك يبقى انا محتاج في الايروبك. تمام كده شباب? طيب. نيجي للchildren اللي بعده. اللي هو اتين. طيب يلا نقول كده ان احنا عندنا في مراحل تكوين الاوفيول كان بيحصل ميوزيس وبرضو في البولنجرين ميوزيس الاختلاف ايه ان في البولنجرين الميتوزيس بيحصل مرة واحدة عشان يطلع اما في التكوين الاوفيول الميتوزيس بيحصل ثلاث مرات فالفرق ما بينهم هنا بيقول لي في نمبر ايه هل لا لان في كل مرة الميوزيس بيحصل وبعد كده الميتوزيس لا ده نمبر اوف ميتوزيس اقول له اه نمبر بي في مرحلة تكوين الاوفيول بيبقى سري دي عن سري ديفيجن مش سري دي سلسل ابعاد تمام سري دي سري ديفيجن هنا بولنجرين محتاجين اه بس ميتوتيج ديفيجن يبقى وان ديفيجن يبقى هنا في وان ديفيجن تمام وفي هنا ايه سري ديفيجن طيب نيجي بقى لسؤال اللي بعده نكمل بيقول لي هنا في ناينتين تب نشوف انا عندي بيقول لي ادي هنا طبعا ده هيباتك بورتالفين اللي بيوصل على الليبر وشاير الجلوكوز فبيقول لي الجلوكوز هنا حصلت له ستيج نمبر وان في الليبر اقول له اهم اهو الانسولين هرمون هو اللي بيحفز تخزين بتاع الجلوكوز في الليبر على هيئة دي اول مرحلة في هنا ساهم طالع من الليبر وبيقول لي ان خرج جلوكوز للبلد طيب لما هو هيخرج الجلوكوز للبلد يبقى انا عندي هرمون تاني اسمه الجلوكاجون في حالة مسلا جلوكاجون في حالة الفاستينج الصيام او واحد ما تناولش الاكل الفترات طويلة والجلوكوز نزل عن النورمال بيبتدي الجلوكاجون يكسر الجليكوز الموجود في الليبر ويطلع جلوكوز ومال ايه الخطوة التالتة بيقول لي الجلوكوز ده بيروح للبادي سيلز عشان يحصل فيه اكسيديشن يبقى الانسولين اللي بيعمل كده يبقى اكيد الغدتي هي البنكرياس طب يلا نشوف بقى الانسر بتاعتنا هتوبقى ايه بيقول لي هنا في نمبر ايه هرمون ده هرمون ده نقص الانسولين ايه طبعا مش الانسولين هو اللي بيحفز تحويل الجلوكوز لجليكوز يبقى لو قل الانسولين هيقل تخزين الجليكوز في الليبر فالانسر هتوبقى نمبر ايه طب الهرمون ارتفاع الهرمون في الستيج نمبر وان ارتفاع الانسولين اكامبيند باي ديكريزين ده ليفل اوف جليكوزين ان ليبر لأ ده هيساعد على تخزين الجليكوزين في الليبر فهدي هتوبقى انكريزين تمام طب نمبر سي بيقول لي هنا هرمون نقص الهرمون نقص الانسولين هنا هو هيرتفع فعلا في حالة نقص الانسولين تمام بس مش جوه السل هيبقى بلاد تمام ان بلاد هرمون اللي هو الجلوكاجون از اكمبيند باي ديكريزين ليفل اوف جلوكوز ازاي بقى هو اللي بيقص فريق لايكوش ان خرق جلوكوز مفروض بدل ديكريز دي هتوبقى انكريزين تمام كده شباب طيب نيجي للسؤال اللي بعده اللي هو تويني بيقول لي ايه هنا اه what is the which of the following describe the eggplant fruit اللي هو البتنجان قلت دي true fruit اه طبعا لانها كونت من الاوري طب فلسة فروت لأ لان الابل هو الفلسة فروت لانه بيكاوم الريسابتكال طب مونو سيد الفروت لا فيه سيد كتير مني سيد مش مونو مني اه it is a seedless فروت لا فيها بزر صغيرة من جوه تمام طيب نيجي للتويني وان تويني وان بقول لي the opposite figure shows a joint in the human body what is the structure that responsible for? نركز determining the movement direction in this joint. in general اللي بيحدد the direction بتاعت الموفمينت عند المفاصل هو الليجامينت. ادور على الليجامينت. ابو ستلاقي ده تندن بيربط المصل بالبون لكن number three هو ده اللي بيربط بون ببون يبقى number three ده الليجامينت يبقى الانصر بتاعتنا مبارسي. طيب نيجي لتويني تو بيقول لي ايه هنا? عمل تحليل دم طب يلا نشوفه الاول ونكمل القراءة بيقول لي الريزولت طلعة تن بوينت فايف والنورمال رينج المفروض من زيرو بوينت فايف يعني اقصى حاجة فايف ده تن بوينت فايف يعني الضعف او اكتر من الضعف كمان. طيب. فبيقول لي انزا الريزولت اكبرد ادشون شفناها اف هي دازنت سفر فروم اين دافكت ان بتيوتا ريجلان. لو ما عندوش مشكلة في البتيوتا ريجلان. ما عندوش مشكلة هي مطلعة تي اس اتش كتير عشان تحفز مين? تحفز السيرويد جلان. ده دليل على كسل السيرويد. وان هي قليلة في افرازها للسيروكسين بدليل. احنا عندنا حاجة اسمها نيجاتيب فيدباك. يعني لو قل افراز السيروكسين من الثيرويد جلاند. آآ بيبتدي بعد كده بالنيجاتيب فيدباك زي اشهارة كده بتروح البتيوتري جلاند بتحفزها انها تطلعت تي اس اتش على اساس بنسبة كبيرة على اساس ان هو يحفز آآ يحفز السيرويد جلاند على اساس انها كسلانة في الوقت ده شوية. طيب. فكده آآ في نقص في افراز هرومون السيروكسين. فبيقولي. هل اكسوف سال ميجويتر? لأ. ده بيجي من او 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 هيبر سيكريشن او سيروكسين. المكسوديما او. المكسوديما هي اللي بتيجي من الهايبوسيكريشن بتاع السيروكسين. طب ايليفيتد ايو داين ليفل ان بادي. لأ ده هنا هيبقى فيه نقص في الايو داين. مش زيادة ايليفيتد يعني زيادة. هيبوسيكريشن للكالسوتونين مالوش علاقة الكالسوتونين بالحوار اللي احنا بنحكي فيه. احنا بنحكي عن اللي بيحفز السيرويد عشان تطلع من السيروكسين. طيب نيجي لتويني سترين نشوف كده مع بعض. بقولي. يلا كده نشوف. بيقولي. واضح ان دي اللاست ستيج. فهل في اللاست ستيج الفيتا الجروس. فيتا الجاي من كلمة فيتاس يعني جنين. فيتا الجروس لو دا وانا اقوله طبعا بيطب قاطع نمو الجنين في المرحلة الاخيرة. بتكتمل من الفيتاس آآ ان انا اشوف آآ اميز الميل فيتاس عمتا الميل اول في ميل بيبتدي الكلام ده برضو من الشهر الرابع الخامس يعني مع الساكن دي ستيج. على الرغم من بتاعة الميل بتتكون بداية تكوينها. بيبقى افتر سكس ويكس فروم بريجنانسي. والفي ميل افتر تويلف ويكس فروم بريجنانسي. بس بيبتدي الدكتورز بيحددوا في الرشاه الرابع. يبقى الساكند ستيج. وبيجنين ده من الاول. فعشان هنا عشان كده تبقى الاجابة بتاعتي نومبر ايه. طيب يلا نشوف هنا. عندنا تويني فور. بيقولي ازا افزت فيجر النوع الاستجابة اللي ظهرها في اكس. طبعا واضح ان فيه سويلنج في الابديرميس. طيب اللي سويلنج في الابديرميس ده هل هو بايو كيميكال ولا ستراكشرال. طبعا ده ستراكشرال. يبقى اي اجابة فيها بايو كيميكال زي ايه او بيموس طبعه ده. طب هو ستراكشرال رسبونس فورمت افتر انفكشن طبعا بعض الاصابة. تمام ده اثناء اختراق المايكروب. اثناء البنت ريشن بتاع المايكروب. بري اجزيستنج استراكشرال رسبونس. الدعمة تركيب ازا سوري منع تركيبية من قبل بري اجزيستنج من قبل الاصابة. لا هو السبب في الشكل ده الانفكشن. تمام? طيب نيجي هنا التوني فايف بيقولي. بيقولي فيها فيها فورتين كروموسومي وبقى الجميد بتاعها فيها سيفن. يلا نشوف ايه? انا كان عندي اتنين. كل واحدة سيفن كروموسوم. وليكن ميل نيوكليس مع الاكسل. كونولي حاجة فورتين. يبقى ده كده اززيجه. تمام? طيب وبعدين كان عندي هنا تلاتة ان ما هو. انا عندي الفورتين دي سوماتيك. يعني الفورتين دي تو ان. وعندي سيفن ان واحدة. فانا عندي تلاتة من الان. ان وان وان. يعني تو امبريونيك ساك نيوكلياي. واظر ميل نيوكليس. تمام? ان دمجوا مع بعض وكونوا الاندو سبير ما يبقى نمبر اه او الكولم ده بيمثل الاندو سبير. اللي هو كام? اللي هو سري ان. اما ازاي هده تو ان. طيب. يلا نقول بقى ان دي عمليه اه اخصاب مصدوك. موجودة موجودة عندي من اول الانصر نمبر ايه. طب لو قلت اقول له بيه بس. تمام? امبريونيك ساك فورميشن تكوني كسجانين? لا فروت فورميشن? لا. يبقى هي الاجابة بتاعتي نمبر ايه. نيجل تويني سيكس. بيقول لي ايه ايه طبعا الريجون ايه دي بتاعت ما ينفعش ان احنا نغير فيها. فلو فيه امين واسد اتغير الشيب ده هيتغير وما ينفعش يرتبط بالانتجن بتاعه. فبيقول لي اتويل بي ان كوم بتابل وز ازا سبيستيفك اه انتجن هو هيكون مطابق للانتجن بتاعه. هو كلمة كوم بيقولها او بيقول لي كوم بتابل دي مطابق. ان? يعني غير مطابق. هو هيكون غير مطابق اه هيكون غير مطابق للانتجن بتاعه. فتبقى الانسر نمبر ايه. تبقى ايه تبيقين بايند وز سبيستيفك انتجن? لا مش هيقدر يرتبط مع الانتجن. لا. هيتغير الشكل بتاع الانتجين بايندينج صايت. اتشينج الانتجين. لا التغير مش في الانتجين. في الانتجين بايندينج صايت. تفرق. تمام? الانتجين ده على سطح المكروب ما بتغيرش. طيب توني سيفن بيقول لي. طيب عندها خمسة وعشرين سنة. ايه المشكلة بقى انها الخصوبة عندها قليلة. هي الخصوبة ترجع لتكوين مين? الافيولز. طيب مين الهرمون اللي بحافز تكوين الافيول? الافي اس اتش. الافي اس اتش بيخرج بالبيتيوتري جلاند ويروح للأوفري يحفزه يكون اللي بتحتوي على اللي بتكون اوفم بعد كده في الفالوبيان تيوب بالساكنديمايوزيس. طيب. بقول لي هرمون? لا. هيبوسيكريشن او عندها نقص في افراز الافي اس اتش. الانسر نمبر بي. هيبوسيكريشن في البروجستيرون. لا البروجستيرون ولا الالاتش. هو اللي ليه علاقة بالتبويض بالافيوليشن. هو الافي اس اتش. تمام? اخر ترت اسئلة معانا في فيديو النهاردة. بيقول لي هنا. توني ايت. قول ارنان لو. قانون الكل اولا شيء. ده القانون اللي بيحكم الانقباض العضل يخد نفسها تانية. which means that. اللي بيعني ان المسل doesn't contract unless stimulus is sufficient. العضلة ما بتنقبتش. الا لما يكون المؤثر كافي to stimulate it to contract. كافي انها يثير اللي اثارتها انها تنقبت. so that the muscle contract was it's maximum response. وقت ما بيكون المؤثر ده كافي بتستجيب باقصى استجابة عندها. يبقى المعضلة هتستجيب بmaximum strength. طب اف to identical muscle لو عضلتين زي بعض بالضبط. are exposed to stimuli اتعرضوا لمؤثرين which are sufficient. هو حدد لي ان المؤثرين اللي اتنين كافيين خلاص هما اللي اتنين هيستجيبوا بنفس الريد. بيقول لي كافيون to stimulate them. but the first stimulus is double the strength of second stimulus. what is the result of this a? of this is t. بصوا السؤال الطويل ده كله بيقول لي ان في عضلتين مختلفتين تمام? اتعرض اه اه عضلتين زي بعض اتعرضوا لمؤثرين مختلفين. اللي اتنين قوي. يعني sufficient كافي. كافي اللي اصارتها. بس واحد القوة بتاعته ضعف التاني. ايه اللي يحصل? على حسب اول ارنانلو اللي انت اخدته. قلنا السنة اللي فاتت. any increase. لو حابين تكتبها وراي. any increase in stimulus strength. اي زيادة في قوة المؤثر not increase the response. ما بتزودش من ال response strength اللي هم ما بيتزودش من قوة الاستجابة. طالما المؤثر sufficient مش شرط بقى يبقى قوي قوي. المهم انه هو يكون كافي. للاثارة. في الحالة دي الماصل بتستجيب. ووقت ما بتستجيب بتستجيب بتعمل maximum response. سواء ان الاستيميولاس فيها double او الاستيميولاس فيها sufficient. تمام? فبيقول لي زي first muscle contract ولكن second doesn't contract. الكلام ده غلط خالص. الاتنين هينقبضوا بنفس المعدل. زي first muscle contraction will be double هيبقى ضعفة second? لا. ولا second ضعفة first. او مال ايه? the contraction of the two muscle will be with the same strength ايه والاتنين بنفس القوة. 29. بيقول لي هنا. the opposite graph shows the relation between the number of sperms and the probability of fertilizing the ovum. عدد السبيرم واحتمال الاخصاء. which of the following can be deduced from this graph? طبعا بيقول لي هنا. الاحتمال كان ضعيف لحد ما العدد بدأ السبيرم يزيد. زي ما انتم شايفين كده كان اهو. يعني هنا. زي ما انتم شايفين قليل وبدأ يزيد. يعني كل ما يزيد عدد السبيرم. طبعا تعارفين الاكروسوم في السبيرم بيفرز او سيكريت هاييرونيز انزايم. اللي بيحلل جزء من غلاف الاوفم. عشان غلاف الاوفم ده بيبقى فيه هاييرونيك اسد. تمام? طيب فكل ما يزيد عدد السبيرم كل ما يسهل من اختراق الاوفم وبالتالي يتمي الفيرتوليزيشن. فبيقول لي هنا. باينكريزين. دا نامبر اوب سبيرم تو سيرتن ليفل. زاد شانس اوف فيرتوليزيشن اوفم ديكريز. لما نزود الحاملات من منوية لحده معين. فرصة الاخصام بتقلدك. كلام ده غلط. هو المفروض ان كل ما يزيد. زي ما انتم شايفين كده. كل ما يزيد عدد السبيرم يبقى يبقى اسهل الاختراق وبتاع الاوفم وعملية الفيرتوليزيشن. طب ازا 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 نامبر اوف سبيرم انكريز دا اما وانت افهايال رونيز انزايم انكريز اه طبعا لان دا بيفرز من الاكروسوم بتاع السبيرم وهيحل الغلاف البوايدة وهيسهل الفيرتوليزيشن. طب زا سبيرم نامبر ما استريدش زيرو. لأ استريلتي دي يعني عقم. والشخص العقيم ما عندوش زيرو سبيرم. عندو سبيرم عددها اكتر من ايه? من ايه مليون. تمام? طيب. اه نيجل نامبر دي بقولي زيرز نوريليشن شب بتوين زا سبيرم نامبر اند بروبابيليتي اوفرتوليزيشن. لا في علاقة طبعا كل ما يزيد عدد السبير. كل ما بيزيد اه فورسة الفيرتوليزيشن. بيقول لي هنا. بص كده على اوفزت توين. ده لي بلاسينتا وده لي بلاسينتا. اه في كل واحد في الامبريونيك ساك بتاعه كيس جنيني مختلف. فبيقول لي زي هاف اه زي مي هاف احتمال ان يكون عندهم زي سيم سيكس? اه لهم نفس الجزء? احتمال. اه هو مش اكيد عشان كده حطيلك مي. تعارف اللي هو بيبقى ممكن يبقى الاتنين ميلز او الاتنين في ميلز او واحد منهم ميل والتاني في ميل. تمام? يبقى مي. هو حطيلي مي. هما ممكن يبقوا زي بعض اه ممكن يبقوا ولدين ومش شبه بعض. بنتين ومش شبه بعض او. طب. ده توقم سيامي. لا التوقم سيامي. بيبقى في بيبقى ليه هنا هو واحد. وغير ان هما ملتصقين في جزء من الجسم مع بعض. يبقى الاجابة دي ما تنفعش. زي دايما التوقم ده ديفرنت في سيكس. لا هو ممكن يبقى سيم سيكس وممكن يبقى ديفرنت سيكس. طب زي الويز هاف زي سيم سيكس. لا مش الويز. الويز هاف سيم سيكس. ده الادنتيكال توينز. تمام يا شباب? وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى تكونوا تهمتو. الفيديو بجاي ان شاء الله على اجزام تو. تمام? بس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.